في العراق تحديدا هل أرضية مهيئة لتنفيذ مقررات المؤتمر نحن نتمنى حقيقة أن تحظى هذه المقررات أو تدخل إلى حيث التنفيذ بشكل صحيح ودقيق في مساعدة الدول العربية نعم كل المقررات التي سمعناها حقيقة في إعلان بغداد كانت مقررات جيدة تصب في مصلحة العراق وتصب في المصلحة الوطنية وهو عمل دبلوماسي حقيقة رائع افتقر له العراق منذ سنين طويلة نعم العراق مهيئ في هذه المرحلة إذا توفرت النوايا الصادقة من بعض التيارات السياسية عندما تتوفر النوايا الصادقة كل شيء يسهل كل شيء يكون بسيط العراق دولة محورية بالمنطقة العراق طابل لإحتضان كل الدول العربية كما كان عبر التاريخ وبالتالي العراق هو دولة محورية يقف مع الدول العربية في كل المهمات وكل المحن التي مرت بها الدول العربية سواء على الصعيد الأمني أو على الصعيد الحروب أو على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد السياسي هذا أمر معروف حقيقة وأشاده رؤساء الدول البرلمانية بهذا الموضوع نعم وضع العراق مهيئ حقيقة لتنفيذ هذه القرارات التي أعلنها إعلان بغداد نعم